مسأل خير و اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية الحقيقة في اوقات كتيرة جدا و انا مشجع كورة في الاول و الاخر بقعد اشجعشان و احطت رجل عرجل بانفعل و بتنطط و بسأل و بقول ليه مش ده و ليه التغيير ده و ليه يعني زي كل مشجعين الكورة الحقيقة و في اوقات كتيرة جدا بتبع الاسئلة منطقية عشان كده قررت انه في الحوار ده هحط اسئلة المشجعين خصوصا انه لما بيحصل تراجع في الاداء نوعا ما بيبقى فيه كتير من الأسئلة والاستفسارات اللي بتدور في دماغ جماهير النادي الأهلي طبعاً احنا بنتكلم على الماكينات الأهلوية حاجة كاي زي الماكينات الألمانية عارفين حضراتكم المكان اللي ما بتفصلش يعني بتطلع من مباراة إيه لا تخصش المباراة أتقل بتروح من بطولة دوري أبطال عشان تسافر على بطولة كاس العالم تلاعب أبطال العالم كلهم ومطلوب يكسبوا برضو يعني مطلوب أنه يكسب بالدحيل ومطلوب أنه يكسب البايرن ومطلوب أنه يكسب بالمراس ولما يسافر ويرجع تاني تقوله خص بقى طولة أفريقيا يكسر الدنيا كان الله في عون اللعيبة خدوا بالحضراتكم ده ترجمة لمجهود شاق وعنيف على مدار موسمين متتاليين مطلوب من نادي الأهلي أنه يكسب كل مباراة ومطلوب من نادي الأهلي أنه يكسب كل بطولة عشان كده بنقول دايما لما يحصل تراجع إلى حد ما في مستوى الأداء وهو بالمناسبة تراجع غير مؤثر على الإطلاق يعني مش تراجع أدى إلى خسارة مباراة أو أدى إلى خسارة ثلاث نقط لا أنت ما زلت لغاية اللحظة محافظ على فرصك في تصدر البطولة لكن دمامنا عشانه في أسئلة أسئلة مرتبطة بمشوار الأهلي اللي جاي لأنه بالتأكيد زي ما قلنا واتفقنا أنه مشوار طويل وصعب ومع أسئلتي في انتظار أسئلة حضراتكم اللي هتوجهوها لنجم حلقتنا النهاردة في السادسة على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام كابتن عمر الحديد ضفنا فيه السادسة النهاردة مساء خيري كابتن عمر مساء خيري محميدة بنخليك أهلا بيك بحضرت أكلب يعني إحنا الحقيقة يمكن عندنا مباراة مهمة جدا يوم السبت اللي جاي مع فيتا كلوب وجماهير النادي الأهلي وخصوصا طبعا أنه الأهلي يمكن تعرض لخسارة من فرقة سيمبا في ملعبها قدت إلى عدم تصدره المجموعة فبالتالي إحنا شايفين مباراة دي مهمة جدا لكن قبل بأتكلم فيها يهمني أتكلم معك على أدايا الأهلي في الفترة الأخيرة إزاي بتقيمه إزاي بتشوفه إزاي بتشوف لو كان فيه مكاسب من المطشين الأخيرين سيمبا وطلع الجيش وأهم الحاجات المفترض من وجهة نظرك إنها تتعدل أو تتصحح إنجاز التعبير بص يا بحمد يتمالي الناس كلها بتتفرج على النادي الأهلي من زاوية تانية مختلفة عن التلفزيون اللي احنا بتتفرج عليه النادي الأهلي هو بيكسب الناس كلها مستخبية وبتتفرج النادي الأهلي يا جماعة ده المكنة الألمانية المكنة الأهلوية شغلة على طول حتى المكن بيفصل يا كابتر عمد بالظبط كده أول ما بيحصل أي حاجة النقد والتعليق والضغاء والأحقاد النادي الأهلي ليه وإزاي والمدرب مش كويس واللعيبة النادي الأهلي راجع من بطولة عالم عرض نفسه عن ناس كلها قال أنه هو موجود بأسلوبي بطريقة لعبي يعني إحنا هنقول لو في حظ شوية في مباراة البير ولو في درون أو في خسارة ضربات جزاء كنت هتقول أنا عملت كل حاجة كبرنا وضخمنا حجم الدحيل وده كبرنا بالمراس ووصلنا في الآخر لأن إحنا البرونزية بتاعت كاس العالم الأندية دلوقتي كل الفرق بيبص النادي الأهلي العالمي مش بيبص النادي الأهلي المصر أنت بتكلم على كل فرق جوه مصر وبره مصر بره مصر وجوه مصر وفي أفريقيا في كل حتة أنا دلوقتي عايز ألعب النادي ده طب هلعبه إزاي؟ بص تصراحات المدير الفني بتاع كل فرق بيقولك أنا بأمل ما كنتش بحلى من أن أكسب النادي الأهلي حصل موقف زي دوت ممكن يكون مصر مسلماني يعني التشكيل مكان الشعر اللي بيدور في أذهان الناس الأسلوب مش كل مرة أنا النادي الأهلي فيه أماكن معينة محدش بيتناقش فيها خلاص انت تلاقي العيد ده موجود لكل واحد لكل نبض ماشي في الشارع هيقولك الشناوي هيقولك محمد هاني هيقولك علي معلول هيقولك بدر بنون هيقولك أيمن أشرف هيقولك حمد فاتحي هيقولك عمر السلاي خلاص مش هيقولك ديانج لا هو ممكن عشان كل الناس اتوقعت ان ديانج الفترة الأخيرة دي كلها لقبل كاسة عاملان دي كان هو دفندر الساحة كلها حقيقي مفهاش كلام بس أقولك على حاجة مش بأنا أنا بحبه من أول يوم اتكلمت عنه أول مجناد الأهلي انه من أحسن دفندرات جات في مصر حمد فاتحي يا جماعة أنا عندي عندي مشكلة عندي ضعف دماغي لو أنا مدير فني لو همسي كان مكانه الصبورة وهشرح عندي ثلاثة أحسن من بعض ديانج والسلاية وحمد فاتحي طب وده فيه ناس خرجت أعراض وفيه ناس مصابة وفيه أكرم أحرج الناس كلها في 75 دي في ماتش بالمراس كان فوق الهاي الرغم بعد الفترة الطويلة دي كلها انه ما شاركش انت محتاج النقطة أو المعادلة التهديف التهديف مرة واثنين عشان كل النبض ده يهدى ويبقى أمر طبيعي اشتركوا في القناة